الأصل في المتوضع أن وضوءه لا ينتقض بالشك بل يجب عليه أن يتيقن الحدث أولا فإن تيقن أنه محدث انصرف من صلاته وتوضع ونواقض الوضوء هي الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو غيره خروج البول والغائط من غير مخرجهما زوال العقل إما بالكلية كالجنون أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك والنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا قد أزال الشعور فمن نام نوما مستغرقا في المسجد أو غيره وجب عليه إعادة وضوءه سواء كان قائما أو قاعدا أو متجعة أما إن كان غير مستغرق كالنعاس الذي لا يفقد معه شعور فلا تجب عليه إعادة الوضوء لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على التفصيل المذكور ومن نواقد الوضوء كذلك أكل لحم الإبل لحديث جابر بن سامرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم